اشتركوا في القناة 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 الكلمة اقم الصلاة المعنى 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 اصبر المعنى تجلد واحتمل الشدائد الكلمة اقصد في مشيك المعنى اعتدل في سيرك الكلمة ذلك المرادف اسم اشارة للبعيد والمراد الطاعات المسكورة قبله الكلمة انقر الاصوات بمعنى اقبحها الكلمة الصلاة الجمع الصلوات الكلمة خد الجمع خدود الكلمة المنكر الجمع منكرات او مناكر الكلمة الكلمة صوت الجمع اصوات الكلمة المعروف المضاد المنكر المعروف الخير عكسها المنكر اللي هو الشر الكلمة مختال المضاد متواضع الكلمة ازبر المضاد اجزع الكلمة اغضد المضاد ارفع الكلمة يحب المضاد يقره الكلمة انقر المضاد اجمل لان انقر معناها اقبح بعكسها اجمل لقمان في وصيته لابنه فينصحه بان يواضب على اداء الصلاة في اوقاتها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يصبه في ذلك لان هذه الطاعات من الامور الواجبة التي فرضها الله علينا ويوصي لقمان ابنه بان لا يتكبر على الناس وان لا يمشي مشية المتكبر المعجب بنفسه لان الله لا يحب من كان متكبرا متفاخرا بماله او جاهه واخيرا يختتم لقمان وصيته لابنه بان يعتدل في مشيته بين الابطاء والاسرع وان يخفض من صوته فلا يرفع فوق الحاجة لان اقبح الاصوات هو صوت الحمير شوف مع بعض مواطن الجمال يا بني الجمال في يا بني طبعا يا بني بدأ بعدات النداء يا يبدأ اسلوب نداء فيه محبة للابن استخدام صيغة التصغير بني بدلا من ابني طبعا بيكون اجمل لاظهار الحنو عليه والحرص على منفعته اقم الصلاة اقم الصلاة ده اسلوب امر غرضه الحف على اداء الصلاة كاملة في اوقاتها امر بالمعروف وانهى عن المنقر بينهما مقابلة توضح المعنى بالتضاد لان جملتين عكس بعض وتوضح اهمية الدعوة للخير والنهي عن الشر في اصلاح المجتمع اقم اؤمر ان اصبر ده كلها اسليب امر لتفيد الوجوب وضرورة التزامها لصلاح الفرد والمجتمع كما انها تفيد النصح والارشاد ان ذلك من عزم الامور ده اسلوب مؤكد بانه وبيبين قيمة الصبر في خلق الشخصية القادرة على ان تسود بين الناس لا تصاعر خدك ولا تمش كل منهما اسليب نهي لتحريم الكبر والتحذير من عاقبته ان الله لا يحب كل مختال فخور ده اسلوب مؤكد بان وهو تعليل للنهي قبله اي سبب واقصد في مشك واقضد من صوتك امران للنصح والارشاد ان انقر الاصوات لصوت الحمير ده اسلوب مؤكد بانه واللام وهو تعليل للامر قبله وفيه تجبيه الرافعين اصواتهم بالحمير وفيه تنفيرا من هذا الاسلوب السيء اقم الصلاة او اد الصلاة الاجمل طبعا اقم الصلاة اجمل لانها تعني اقامة الصلاة كاملة في اوقاتها فهي اعم واشمل من اد الصلاة ما الامور التي تضمن للانسان النجاح في رأيه سيدنا لقمان يطر ايه الامور شوفها مع بعض ضرورة الدعوة الى المعروف والنهي عن المنكر الابتعاد عن الاعمال السيئة ودعوة الغير للابتعاد عنها التمسك التمسك بالصلاة فهي الصلة بين العبد وربه ما الامور التي تمنح الانسان الشخصية القوية كما فهمت من الوصايا شوف ما بعض الاجابة الصبر وتحمل الشدائد مواجهة المواقف الصعبة كيف يملك الانسان محبة الناس في رأي سيدنا لقمان شوف ما بعض الاجابة بالتواضع مع الناس عدم التكبر على الناس او التعالي بالقول او الفعل ما الامر الذي لا يحبه الله في الانسان شوف الاجابة لا يحب الله كل انسان فخور متعال معجب بنفسه ما هدف سيدنا لقمان من تلك الوصايا لابنه ايه الهدف شوف مع بعض الهدف هدفها ان يجعل ابنه يسير في الحياة باخلاق حسنة ويكون مراقبا لله في كل تصرفاته فيحبه الناس ويمتلك افئدتهم وتسود العلاقات الطيبة بين الناس كيف تكون الوصايا وسيلة لامتلاك قلوب الناس شوف ما بعض الاجابة اذا طبق الانسان الوصايا ويراقب الله في اعماله واقواله اذا التزم الانسان بالاخلاق الطيبة كالتواضع وحب الناس اذا راعى اداب الحديث والامر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة الاحسان الى الاخرين ما الذي ترشدنا اليه الايات شوف مع بعض الايات دي بترشدنا لايه حرص الاباء على سعادة الابناء لذلك كان سيدنا لقمان ينصح من ابنه الله قادر على كل شيء فاحذر من معصيته الحرص على اداء الصلاة لوقتها ضرورة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر على الاذى من عزم الامور التحذير من التقبر والتعالي على الناس ضرورة الاعتدال في كل الامور شوف مع بعض هل تعلم؟ صورة لقمان مكية اي نزلت في مكة المكرمة وعدد اياتها 34 اية لقمان هو عبد صالح حبشي يعمل نجارا قصة علي مبارك سنتحدث معا في الفصل السابع وهو صعاب وعقبات الحياة ليست نعيما دائما ولا شقاء متصلا فبعد ان توفي عباس باشا تولى الحكم سعيد فصب الحاسدون في اذنه الاكاذيب ضد علي مبارك فابعده عن نظارة المعارف اي وزارة التربية والتعليم واراد ان يبعده عن الحياة كلها فارسله مع فرقة الجيش المصري الى تركيا لمساعدتها في حروبها مع روسيا فخرج تلاميذ المدارس ومعلموها لتوديعه وهم ينشدون الاناشيد اعترافا باعمال هذا الرجل العظيم وجاء هذا الابعاد خيرا وبركة على علي مبارك ففي المدة التي قضاها هناك عرف بلادا جديدة وتعلم اشياء كثيرة لم يكن تعلمها وكسب كثيرا من صداقات الرجال وعندما عاد الى مصر قام سعيد بفصله من الخدمة في الجيش ليجد علي مبارك نفسه يقيم في منزل صغير بالقاهرة يصارع الفقر الشديد لفقده منصبه بلا سبب ونفاذ ما معه من مال وقرر ان يعود الى بلده القديم ميرنبال ليشتغل باجزراعة هناك ولكنه عدل عن هذه الفكرة وعمل في وظيفة لا تناسب مقامه وتقلب في هذه الوظائف التي لا تناسبه فشغل نفسه بتأليف الكتب منها كتاب الاستحكامات العسكرية وسوق الجيوش ثم امر سعيد بفصله فعاد الى البطالة والحاجة الشديدة وتراقمت عليه الديون الى ان التحق بعمل حر مع اسماعيل باشا الفريق وكان يعمل بالتجارة في المزادات الحكومية وتعجب علي مبارك من بخص التجار للاشياء الثمينة التي عرفها من ادوات المهندس خانه وايضا كتبه التي تعب في تأليفها ثم دخل في هذه المزادات وجرب البيع والشراء واصطاع ان يحقق ارباحا ليست بقليلة وقنع بهذه الحال حتى تولى الخديوي اسماعيل الحكم فارسل في طلب علي مبارك واقر له بالاعجاب والتقدير ثم اسند اليه الكثير من مرافق الدولة فشارك علي مبارك في اصلاح كل من المستشفيات والسجون والمجازر والسكك الحديدية وأعمال الري والصرف الصحي كما انشأ دار الكتب وكلية دار العلوم شوفوا بعض اللغويات الكلمة رخية المعنى واسعة ناعمة او سعيدة وعكسها بائسة او حزينة الكلمة هنية المعنى سعيدة عكسها شقية الجمع هنيات الكلمة الطموحات المعنى التطلعات ومفردها الطموح الكلمة عاتية المعنى جبارة او شديدة جمعها عاتيات عكسها سهولة ولي الكلمة لينة المعنى رقيقة الكلمة مزاج المعنى خليط وجمعها أمزجة الكلمة الحاسد المعنى من يتمنى زوال النعمة من الآخرين والجمع حساد وعكس الحاسد القانع الكلمة الوالي المعنى الحاكم وجمعها الولاية الكلمة وعاء المعنى إناء وجمعها أوعية انتقل طلاب الأعزاء إلى الأسئلة السؤال الأول ما أثر أكاذيب بعض الحساد على حياة علي مبارك أبعد عن نظارة المعارف قام الخليط السعيد بعزل عن وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم الآن كيف ودع تلاميذ المدارس علي مبارك عند سفره ولماذا شف مع بعض الإجابة ودع تلاميذ المدارس علي مبارك عند سفره وداعا جميلا مؤثرا فقد أخذوا ينشدون الأناشيد ويهتفون الهتافات الصادرة من صميم قلوبهم وذلك عرفانا بأعمال هذا الرجل العظيم إلى أين كان هذا الإبعاد وكيف كان خيرا وبركا شوف مع بعض الإجابة كان هذا الإبعاد إلى الدولة التركية وكان الإبعاد خيرا وبركا لأن علي مبارك عرف بلادا جديدة لم يكن يعرفها وتعلم أشياء كثيرة لم يكن يعلمها ودرس اللغة التركية وكسب كثيرا من صداقات الرجال الذين أعجبوا به وقدروه ما الجزاء الذي لقيه علي مبارك بعد عودته إلى البلاد الجزاء هو الفصل من خدمة الجيش والحكومة كيف عاش علي مبارك بعد عودته وعلى أي شيء عزمه عاش في بيت صغير بالقاهرة كان قد استأجره وسكن فيه ومعه أخ له وابنة أخ كان يربيهما ويعلمهما وعاش فقيرا متألما وذهب كل ما كان له من الأموال والمناصب وعزم على أن يرجع إلى بلده ويقيم بالريف ويشتغل بالزراعة ليعيش منها يا الله هذه الأشياء الثمينة التي ليس لها مثيل تباع بأبخص الأسمان من قائل هذه العبارة؟ طبعا قائل هذه العبارة علي مبارك ما هذه الأشياء الثمينة التي تتحدث عنها العبارة؟ شوف مع بعض الإجابة هي أدوات من أدوات المهندس خان الغالية وبعض كتب علي مبارك التي ألفها وفضيات ومرايا وساعات ومفروشات ماذا تمنى علي مبارك من التجار في المزاد؟ أن يدفعوا ثمن الأشياء التي اشتروها على الفور كيف بدأ إسماعيل حكمه ولماذا اختار علي مبارك لمعاونته؟ شوف إسماعيل بدأ حكمه إزاي؟ بدأ إسماعيل حكمه بالبحث عن الرجال الذين يعاونوا في العمل من الأذكياء القادرين المشهورين بالصدق والأمانة والإخلاص واختار علي مبارك لمعاونته لأنه ذاع سيطه وانتشرت أغبار قدرته وصبره على العمل ونشاطه وتجاربه الواسعة وحبه الشديد لبلاده سر علي مبارك بهذه الفرصة العظيمة التي كان يتحينها فقد أسند إليه إدارة كثير من مرافق الدولة ما الفرصة التي صر بها علي مبارك؟ شوف مع بعض الفرصة الدعوة إسماعيل علي مبارك لينهض بالبلاد وليكون دائما بجانبه وإسناده إليه إدارة كثير من مرافق الدولة ماذا كان موقف علي مبارك بعد اختيار إسماعيل له؟ يترى كان موقف علي مبارك إيه؟ أنه شمر عن ساعد الجد وكانت له يد إصلاح وتعمير في كل المرافق التي أشرف على إدارتها أذكر بعض المشروعات التي شارك في إصلاحها علي مبارك المستشفيات، السجون، المجازر، السكك الحديدية، أعمال الري، شوارع في الأحياء القديمة وغيرها فقد ظلت حياة علي مبارك رخية هنية طيلة حكم عباس فلما ذهب وجاء الوالي الجديد وجد أعداء علي وحساده من أذني الوالي الجديد وعاء واسعا صبوا فيه أكذيبهم المحبوكة مراضف المحبوكة، المحبوكة يعني إيه؟ المحكمة جمع الوالي، جمع الوالي، طبعا جمع الوالي الولاة مضاد رخية، إحنا قلنا رخية يعني شقية عكسها بائسة الأسئلة ما أثر أكاذيب بعض حساد علي مبارك على حياته؟ أبعد عن إدارة المعارف كيف ودع تلاميذ المدارس علي مبارك عند سفره ولماذا؟ شوف الإجابة ودع تلاميذ المدارس علي مبارك عند سفره وداعا جميلا مؤثرا فقد أخذوا ينشدون الأناشيد ويهتفون الهتافات الصادرة من صميم قلوبهم وذلك عرفانا بأعمال هذا الرجل العظيم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا التعليمية يارب تكونوا استفادتوا معنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة